حبايبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي و اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشين النهاردة جاية وجايبة معايا بطانية للبيبي لا احلى بيبي هتقوليلي انا لسه هعمل بطانية للبيبي الاسهل ان انا اروح اشتريها بسرعة وماخدش فيها وقت في عمالها ايوه حضرتك هتجيبيها ويمكن تجيبيها كمان احلى كتير من اللي هتعمليها لكن مش هتجيبيها بالحب اللي حضرتك هتعمليه بصوابعك لابنك او لبنتك لطفلك الجميل احنا واحنا بنغزل لولدنا بنغزل لهم معانا الحب مع الخيط مش بس مجرد حاجة بنشتريها وبنقدمها لهم قدي ايه هتحسي بالفرحة قدي ايه هتحسي بالحب لما تعملي لابنك حاجة تدفيه او حاجة بعميل ايديك تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه الغرزة اللي هنعملها للبطنية هي غرزة بتقبل الاسمة على 3 زائد 5 يعني اي عدد يقبل الاسمة على 3 وفي الاخر خالص ازود 5 يعني مثلا هنعمل فرضا 150 يبقى ازود 5 هنعمل 115 ازود اي رقم يقبل الاسمة على 3 وبعدين نزود عليه 5 طب انا هختار الرقم ازاي الرقم اللي احنا هنختاره هنختاره على حسب الطول والعرض بتاعة بطنية البيبي اللي احنا عايزينها فيه ناس كتير بتسأل طب الخيط يبقى قدي ايه شلة الخيط بيبقى مرسوم عليها مربع والمربع دوت بيبقى فيه عدد الاسطر وعدد الغرز وتحته بيساوي 10 سنطي في 10 سنطي يعني يدي عدد من الاسطر في الطول ويدي عدد غرز في العرض ويقول لحضرتك انه العدد ده بالعدد الغرز بعدد السطور ده حيديكي كزا سنطي فحضرتك مثلا نفترض ان المربع ده اداني مثلا 10 سنطي طب انا عايزة اعملها طولها متر يبقى اقرر العشرة سنطي دي 10 مرات 10 مرات يعني هضرب عدد الغرز في 10 مرات وعدد السطور في 10 مرات بالطريقة دي انا حبيت بس اقولها لكم على اساس انه مش هغلب ابدا في اي حاجة عايزة اعملها النفسي او اعملها الولادي عن طريق القياس ده كل شلت خيط حطرتك هجي بيها هيبقى في اي نوع وفي اي لون وفي اي خامة هتلاقي المربع ده موجود وانا شخصيا بستعين بهذا المربع على اساس اعرف انا هكرره كم مرة في شغلي فانا عشان اعمل نموذج بس صغير يخلص معنا بسرعة فانا هعمل نموذج من 30 غرزة وبعدين ازود عليهم 5 فانا هعمل عقدة البداية وبعدين هعمل 30 غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة انا هنا عملت 30 غرزة 30 على التلاتة فيها العشرة يعني كأني هقرر الغرزة بتاعة الاعينة 10 مرات وبعد ما عملت التلاتين هزود كمان 5 غرز زي ما اتفقنا مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا عملت 30 غرزة في الاول يقبلوا الاسم الاسم على تلاتة وبعدين زودت خمس غرز هبتدي اعمل السطر الاول فانا هقلب السلسلة مش هخليها على الناحية دي انا هشتغل على ظهر السلسلة وفي ظهر السلسلة هعد اربع غرز هسيب اربعة واشتغل في الخمسة ادي واحد اتنين بعد في الفتلة اللي ورا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي الغرزة الخمسة جوه الفتلة هدخل في الغرزة اللي فوق دي وهعمل في الغرزة دي تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تاني انا عملت ايه انا عملت تلاتين سلسلة وبعدين زودت خمسة وبعدين سبت اربع غرز وفي الخمسة اشتغلت تلاتة عمود طيب الاربعة دول يمثلوا ايه بالنسبالي الجزء ده يمثل ايه بالنسبالي يمثل تلاتة سلسلة اللي هي تمثل عمود يبقى كأني ابتديت السطر بعمود وبعدين وبعدين سبت كمان غرزة يبقى الاربع سلاسل خطوا بالكم معايا الاربع سلاسل تلاتة منهم يمثلوا عمود يبقى كأني ابتديت السطر بعمود وبعدين سبت غرزة تفتكروا اخر السطر يبقى ايه لما خلصوه يبقى اسيب غرزة وانتهي بعمود يبقى تاني يا جماعة فكرة الكروشي او فكرة اي شغل عموما انا مش بشتغل وبس انا بشتغل وعرفة انا بعمل ايه ابتديت بايه يبقى هنتهي بايه هشتغل بما بين البداية والنهاية هعمل ايه فده هنا بجيب عمود من تلاتة سلسلة وسيب غرزة يبقى لما اروح لاخر السطر هنا اسيب غرزة وبعدين اعمل عمود انتهي بيه السطر الفكرة وصلت طيب انا دلوقتي اعملت تلاتة عمود في الغرزة رقم خمسة حاجة اسيب غرزتين واحد اتنيد وفي التالتة هعمل تلاتة عمود واحد في نفس الغرزة التاني والتالت في نفس الغرزة برضو تلاتة عمود بلفة بلفة واحد اتنين تلاتة عاجي وحدات بسيطة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة تاني اسيب غرزة والتانية واخش في الغرزة التالتة هدخل في الغرزة التالتة واعمل عمود اتنين تلاتة وهاشتغل السطر كله بنفس الطريقة اسيب غرزتين وفي الفتلة رقم تلاتة او في الغرزة رقم تلاتة اعمل تلاتة عمود طب انا بعمل ايه شايفين الفتلة دي بسيبها بعدها واحد والفتلة اللي بعدها بعدها اتنين وبعدين بدخل في الفتلة دي هلف لفة وادخل في اللفة اللي فوق دي عشان انا بشتغل في ظهر السلسلة ميش في السلسلة وعمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هكمل السطر وارجعلكم وده شكلها وصلت الاخر السطر فاضل غرزة والتاني اهي فانا حسيب الغرزة دي زي ما اتفقنا واشتغل واشتغل في الغرزة الاخيرة عمود عمود ويبقى انا زي ما ابتديت انتهيت هنا فيه غرزة وهنا فيه عمود انتهيت بغرزة وعمود وهنا ابتديت بعمود وغرزة اللي هما لو فاكرين كانوا اربع سلسلة تلاتة منهم يمثلوا عمود وواحدة منهم الغرزة اللي انا سبتها طيب هعمل ايه هرتفع تلاتة سلسلة والف فيه هنا ايه خدوا بالكوا ان السطر الاول رقم واحد وانا بتكى عليها كده عشان هقول عليها حاجة تاني السطر الاول ابتديت بغرزة عمود وفراغ وبعدين التلاتة عمود السطر التاني رقم اتنين ابتديت بعمود اللي هو التلاتة سلسلة وجوه الفراغ هعمل عمود جوه الفراغ هعمل عمود يعني ابتديت السطر بكم عمود باتنين الواحد منهم تلاتة سلسلة والتاني عمود هنمشي الاسطر الفردية كلها بعمود في اخر السطر واوله عمود واحد وفيه فراغ بينهم هنا والاسطر الزوجية فيها تنين عمود في الاول وفي الاخر برضه يعني البداية زي النهاية الاسطر الفردية عمود واحد وجنبه فراغ والاسطر الزوجية فيها تنين عمود ما فيهاش فراغ بعد ما خلصت دي هتنقل على طول للفراغ اللي بعده ده وأشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تلاتة من غير سلاسل ولا حاجة هنقل للفراغ التاني اللي هو بين الوحدتين واشتغل عمود التاني التالت يبقى السطر الفردي أو الاولاني ابتدت بعمود وسبت غرزة هاي السطر التاني عملت اتنين عمود واللي بشتغلوا في اول السطر هو اللي بشتغلوا في اخر السطر هعمل واحدة تاني نخش بخش فين يا جماعة بدخل فين اجي الوحدتين هم بينهم هدخل واعمل واحدة اجي عمود الوحدة بتتكون من تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هخلص السطر واجي للحتة اللي في الاخر وأشرح حالكم تاني كده وصلت لغاية اخر فراغ في السطر هدخل ما بين الوحدتين دي ودي وأشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هنا دي الوحدة اللي من تلاتة عمود وبعدين جنبها عمود وفي فراغ هندخل جوه الفراغ ونعمل عمود وبعدين في السلسلة رقم تلاتة اللي كانت في أول السطر اللي فات هدخل فيها وأعمل عمود يبقى أنا انتهيت السطر بإيه انتهيت السطر باتنين عمود وابتديت السطر بإيه ابتديت السطر باتنين عمود وإحنا بنشتغل السلسلة بتاعة البداية مش هنخلي قدينا مجدودة قوي عشان تريح معانا لإحنا لسه هنعمل إطار أو كنار للبطنية بتاعة البيبي فعايزين الكنار ما يبقاش شادد على الحرف فإحنا بنشتغل عشان ننسيت أقول لكم الحتة دي وأنا بشتغل وإحنا بنشتغل الغرزة تبقاش مسكة شوية أو مسكة قوي في البداية نخليها مهوية شوية عشان تبقى مستقيمة كده تاني بقى الحتة دي عشان ما تنسوش لأن هي كل البطنية أي مع الحتة دي أول السطر ببتدي بعمود من ثلاث سلاسل وبسيب غرزة هن يبقى عمود في الفردي يبقى عمود وفراغ آخر السطر يبقى زيه بالزبط أدي عمود وفراغ طيب بطلع السطر التاني بارتفع ثلاث سلاسل يمثلوا عمود وبدخل في الفراغ عمود يبقى السطر الزوجي أو السطر التاني هيبقى اتنين عمود في الأول وجيت للفراغ عملت عمود وفوق السلسلة عملت عمود طب احنا دلوقتي رايحين للسطر التالت السطر التالت المفروض ان انا بعمل فيه ده فردي هيبقى هعمل فيه عمود واحد فهارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ارتفعت تلاتة سلسلة ده الفردي فهعمل فيه عمود واحد طب انا هعود عد فردي وزوجي لأ ما انت شفتي قبلها فيه اتنين يبقى اللي بعدها فيه واحد واروح دخلة فين بقى هاروح دخلة في الفراغ ده واعمل تلاتة عمود كل فراغ يقابلني هعمل فيه تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة فاصبح فيه عمود في الاول وفيه فراغ وفيه المجموعة اللي هي تلاتة عمود وبعدين اروح للفراغ اللي بعده واعمل تلاتة عمود اتنين تلاتة الفراغ ده اللي هو ايه اللي هو بين كل واحدة والتاني طيب اجي وحدتين هم وبينهم فراغ الفراغ اللي بعده على طول ادخل واعمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية الصد وحجيلك واقول لك هعمل ايه وده الشكل بتاعها هتبقى الغرزة بسيطة جداً اخترت لكم غرزة بسيطة عشان الناس المبتدئة تعمل للبيبي بتاعها وصلنا لغاية اخر فراغ فهعمل فيه تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة طيب هنا السطر اللي قابله كان فيه كم عمود كان فيه اتنين عمود يبقى انا اكيد هعمل في السطر اللي بعده عمود واحد فهاجي عند الغرزة رقم السلسلة رقم تلاتة واعمل فيها عمود وهبقى ماشي كده عمود اتنين عمود عمود اتنين عمود وهكذا من الناحية التانية كمان طب نبتدي السطر الجديد هعمل تلاتة سلسلة يمثله اول عمود ولف الشغل طب هو انا مش كنت نهية السطر بعمود واحد ده يبقى هعمل عمودين المراجي يبقى هعمل هنا عمود فبقوا مع عمودين التلات سلاسل عمود واللي جنبها عمود وبعدين هدخل على الفراغ وكمل بنفس الطريقة تلاتة عمود في كل فراغ تلاتة عمود اروح للفراغ التاني وعمل تلاتة عمود وابقى ماشية بالطريقة دي هنخلص كله بنفس الطريقة اهم حاجة ان انا ببتدي بعمود في اول السطر واخر السطر اللي بعده عمودين في اول السطر واخر السطر اللي بعده عمود واحد في اول السطر واخر السطر اللي بعده وهكذا هتاني ماشية بالاسلوب ده وهنا انا بعد ما خلصتلكم النموذج اللي احنا هنشتغل عليه بطنية البيبي بتبقى كده طبعا مش هتبقى نفس الحجم ده لا هنزود هنزود طول ونزود عرض على حسب الاتساع اللي حضرتك عايزاه والطول والعرض اللي حضرتك عايزاه طيب يعني هي كده ممكن تبقى خلصت بس انا عايزة حاجة من ايديا للبيبي بتاعي حاجة تبقى حلوة وشيك وجميلة وكايني اشتريتها من بره بس انا عملتها باديا لابني فانا هعمل ايه هنعمل اطار حوالين الاربع اطراف والاطار ده حاجة حالية تحلي الشكل وطبعا بنكون جايبين خيط الوان فتحة للبيبي الالوان الفتحة كتيرة انا بس عاملتها عشان هايينة لمجرد ان حضرتك تشوفي انا عملت فاحنا هنشتغل مع بعض دلوقتي الاطار بتاع البطنية او الكوفيرتا ودي ممكن على فكرة تنفع صيفي وتنفع شاتوي صيفي لما بكون نزلة بالليل باخدها للطفل وانا نزلة شاتوي باخدها طول النهار معايا لانه طبعا البيبي مش بيستحمل البرد هنا هنبتيجي نعمل الكنار حوالين الاربع اطراف بتوع البطنية طبعا مش دي بطنية احنا بناخد نموذج مصغر بس عشان نفهم عليه فحضرتك ممكن تعملي الكنار بنفس اللون وممكن تعمليه بلون مناسب بلون اخر يعني مناسب للون البطنية فانا ما حبيتش اعمله بنفس اللون عشان الغرزة تبقى بينة او الطريقة تبقى بينة لحضراتكم فانا هجبت الخيط ده وهشتغل بيه واول حاجة انا عندي السطر الاخير اهو فانا هعمل ايه هسيب الجزء ده دلوقتي مش هشتغل فيه وهبتيجي من اول غرزة في الوحدة اول عمود انا عندي الوحدة كان فيها تلاتة عمود فانا هبتيجي على التلاتة عمودة دول فهدخل الابرة في اول غرزة عمود وبعضين قلقت الخيط اللون المخالف وبعدين ارتفع تلاتة سلسلة يمثلوا عمود يبقى انا لضمت في خيط جديد وابتديت في اول عمود وبعدين كل غرزة هتقابلني هعمل فيها عمود كل غرزة كل غرزة عمود هتقابلني هعمل فيها عمود كل السطر هعملوا بالطريقة دي هنعمل كل السطر بالطريقة دي بغية ما اجي للكورنر اللي هنا وهارجع لحضرتك تاني انا هنا خلصت السطر وعملت اخر غرزة في السطر وبعدين وصلت للركنة دي هعمل اي بقى في الركنة دي هعمل فيها انا عايزة انقل الركنة بدوران من هنا فاعملها ازاي هاجي ادخل في الفتحة دي في الركنة دي وهعمل خمسة عمود واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة عملت خمسة عمود عشان تديني الدوران بتاع الركنة وبعد ما خلصت الزاوية دي هندخل نعمل الجنب والجنب زي ما حضراتكم شايفين اللي هو كنت بقى زود فيه الاسطر فهاجي ادخل في كل عمود من اعمدة كل سطر اللي هي العطرف وادخل وعمل فيه اتنين عمود يعني ده اول سطره هعمل فيه اتنين عمود واحد اتنين التاني هاخد عمود واحد من الاتنين وادخل فيه وعمل اتنين عمود السطر الفردي كان عمود هعمل فيه اتنين عمود السطر اللي بعده كان عمودين هاخد عمود منهم وادخل فيه وعمل اتنين عمود السطر اللي بعده عمود واحد هدخل فيه وعمل عمودين سوري وهكذا هشتغل لغاية ما يجي للركنة خلصت الجنب كله وجيت على الركنة زي ما عملت في الركنة دي خمسة خمسة عمود هاجي في الركنة دي وأعمل خمسة عمود بصوا الركنة كانت فين؟ كانت ما بين الاتنين دول كده فأنا هاجي هنا واجي في الركنة دي وأعمل خمسة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ويبقى عملت خمسة عمود عشان نلف اللفة التاني احنا هنا وصلنا للجنب اللي فيه السلسلة اللي فيه قعدة الشغل طب ده هشتغل فيه ازاي؟ عاجي مش هيبقى فيه اي حاجة هنا فيه قعدة الغرزة فاكرين لما كنت باخد سلسلة وعمل فيها تلاتة عمود في البداية فأنا هدخل جوه السلسلة وعمل عمود وبعدين السلسلتين اللي انا كنت سيباهم هعمل فيهم اتنين عمود واحد اتنين وبعدين قعدة الغرزة اللي هي بتاعة التلاتة عمودة هعمل فيها عمود والمسافة اللي بينهم السلسلتين هعمل فيهم اتنين عمود وهنا هبصوا فين الغرزة اللي كنت عاملة فيها التلاتة هعمل فيها عمود واللي جنبها الفراغ اللي جنبها هعمل فيه اتنين عمود وخلص لغاية اخر السطر خلصت الجنب اللي هو قعدة الشغل وجيت للركنة وهعمل برضو في الركنة خمسة عمود عشان الزاوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكده أعملت الزاوية برقم تلاتة طيب الجنب ده زي الجنب ده بالزبط فكنين كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل تحت كل عمود بنعمل اثنين عمود غير واحد اثنين السطر لبعده كان فيه عمودينو بدخل بين العمودين وأعمل عمود اثنين الغرزة اللي بعدها او الساطر اللي بعده اثنين عمود بين العمودين وأعمل اثنين عمودو هكذا سهل جدا السطر ده هكمل وارجع لكم انا هنا خلصت الجنب الاخير وفاضل للركنة هدخل في الركنة وهعمل زي كل مرة كل ركنة عملتها عملت فيها خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وبعدين هاجي للتلات سلاسل اللي كنت عاملاه وهقفل فيه بس فيه غرزة هنا انا هعملها مش هسبها عشان تبقاش فاضية هعمل فيها غرزة وبعدين هدخل في التلاتة سلسلة واعمل منزلقة وابقى خلصت الزاوية الاخيرة وقادي شكل البطنية البطنية الميني خالص دي كده هنشوف هنعمل ايه السطر اللي بعد كده بعد ما خلصت السطر الاولاني هاجي ارتفع بالسطر التاني فهرتفع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين اسيب الغرزة اللي انا اشتغلت فيها خلص مش عايزها مش هشتغل فيه وبعدين عد واحد اتنين وفي التالتة هعمل منزلقة وبعدين ارتفع تاني خمس سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة وأسيب سلسلة التانية وفي التالتة هعمل منزلقة خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب واحد اتنين وفي التالتة هعمل منزلقة اعمل واحدة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين اسيب واحد اتنين وفي التالتة هعمل منزلقة وهكذا لغاية ما وصل للركن الركنة هقول لكم انا هعمل ايه عملت هنا الجنب كله ووصلت للركنة لو فاكرين الركنة كان فيها خمس عمود طب انا هعمل ايه في الخمسة دول هشتغل سبعة سلسلة مش خمسة انا كنت هنا بشتغل خمسة هشتغل سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اخر سلسلة وهعمل منزلقة هيبقى شكلها كده وهعمل داير ما يدور بنفس الطريقة دي كل الاجناب هعملها بنفس الاسلوب وصلت للجنب التاني حبيت اوريها لكم مرة تانية انا وصلت للركنة اللي فيها خمسة عمود قلنا هنعمل سبعة هنا كنا بنعمل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وااجي على اخر غرزة في العمود واعمل منزلقة وبعدين اعمل خمسة بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب واحد سلسلة التانية وفي التالتة اعمل منزلقة وهكمل بقى كله بنفس الطريقة دي وصلت للزاوية الاخيرة هنا فاعمل سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبعدين هاجي لأول سلسلة انا عملتها وادخل فيها ادخل في الغرزة بتاعتها واعمل غرزة منزلقة ويبقى انا خلصت الاسطر بتاعت السلاسل طيب هعمل ايه عايزة ادخل للغرزة اللي في النص في السلسلة الاولى احنا كنا عاملين خمسة فانا عايزة اوصل للسلسلة رقم تلاتة فانا هدخل جوه السلسلة واعمل غرزة منزلقة كاني بمشي عليها وغرزة تاني منزلقة وبعدين هدخل في الغرزة رقم تلاتة اللي في النص واعمل منزلقة اعملت غرزة المنزلقة فاول قوسي قابلني وبعدين هاجي للقوس اللي بعده واعمل سبعة عمود بلفة كده اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ستة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة القوس اللي بعده غرزة منزلقة وهكذا يبقى قوس فيه غرزة منزلقة وقوس فيه سبعة عمود قوس فيه غرزة منزلقة وقوس فيه سبعة عمود لغاية ما اوصل للركنة دي وهاجي لكم وصلت هنا عملت السبعة اللي في القوس ده وبعدين هنا غرزة منزلقة وبعدين ادخل في القوس السبعة غرز اللي في الركنة وهعمل فيه حداشر عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وبعدين اقفل في غرزة بغرزة منزلقة في القوس اللي بعده وحمشي كلها بالطريقة دي داير ميدور اخلصها وارجع لكم شوفوا شكلها حلو ازاي اخلصها وارجع لكم وهنا بعد ما خلصناها في كل فراغ من هنا بنعمل سبعة وبنشبكها بغرزة منزلقة في الفراغ اللي بعده اما الفراغ اللي فرقنا فبنعمل فيه حداشر عمود وده بيبقى شكلها طبعا الجيل الميني بطنية الصغيرة قوي بس المنظر يخليكي تتشجعي وتعمليها بألوان تنفع للبيبي سواء ان كان بنت او ولد الألوان الفرايحي الألوان الحلوة اللي فيها بهجة كده هتعمليها وان شاء الله تعمليها حلو تطلع من يديكي حلو بس شكلها حلو ازاي تعمليها بقى مستطيلة تعمليها مربعة تعمليها بأي طريقة والحالية ممكن تبقى بنفس اللون أو تعمليها بلون مختلف وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا أتمنى يكون عجبكم أتمنى تكونوا استفدتوا وتعملوا أحلى بطنية الأحلى بيبي ربنا يخليه لكم برسيه خالص لحضراتكم أشكركم لحسن مشاهداتكم أشكركم لدعموكم والاشتراككم في القناة أشكركم لكل كلمة حلوة بتقولوا هالي على راسي من فوق أتمنى يارب تكتبوا لي كومنتات عشان أبقى فيه في صداقة بيني وبينكم أتعرف عليكم كلكم بحبكم كلكم Thank you Bye Bye